نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع أيهما أكثر تأثيرا في التزام الإنساني بالأخلاق الضمير الشخصي أم مراقبة الله تعالى وهو ما نسميه بالوازع الديني هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا مع فضيلة الدكتور حسن الخطاف دكتوراه في العقيدة الإسلامية نائب عميد كلية الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتورة يا مرحبا حياك الله كيف تؤثر محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الالتزام بالأخلاق الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلنا أخي أن الأخلاق في الشريعة الإسلامية مصدرها ومنبعها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالآن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام هي من أكبر الدوافع والعوامل التي تجعلنا نتمسك بسنة النبي ونتمسك بأقواله ونتمسك بأفعاله بما تتضمنه من أوامر متصلة بالأخلاق أو نواهي متصلة بالأخلاق إذن فأنا عندما أحب شخصا على سبيل المثال أخي أحب كل شيء في الشخص حتى أحب حركته وظله وطيفه وحتى أحب اسمه فهذه المحبة تجعلني قريبا منه لا يمكن أن أعصيه وعندما أكره شخصا على سبيل المثال عندما يكره أحدنا شخصا ما يعني حتى يكره أحيانا يكره أن يسمع به يسمع اسمه حتى سمع اسمه إذن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء منقذا لنا وجاء هاديا وقدم كل شيء وهاجر في سبيل الله من مكة إلى المدينة ضحى من أجلنا هذه المحبة هي التي دفعت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاتزام وهي التي تدفعنا إلى الاتزام بالسلوك الحسن إذ لا يمكن إذ لا يمكن لي أنا عندما أحب شخصا أن أعصيه أبدا أبدا لكن هنا وهو أمر ها أن نميز بين الخوف وبين المحبة نعم أنا عندما أطيع رسول الله لا أطعه من باب الخوف وإنما من باب المحبة هذا هو الأصل يعني الشخص عندما يطيع شخصا آخر من باب الخوف تراه يعني يرتكب مبيقات ويرتكب محرمات أثناء غيابه لكن أنت عندما تحب شخصا تسعى إلى تمثل أقواله وتمثل أفعالي والاستجابة لها يعني ممكن أنا أذكر مثال آخر للتفريق بين المحبة يعني من خلال الواقع الذي عشناه في سوريا من خلال الخدمة الإلزامية التي كنا فيها ومن خلال الآن التمرد الذي يعني حصل يعني إن صحت التسمية من الشعوبة وتمرد حسن بالمعنى الإيجابي على الحكام ما رده إلى ماذا؟ نتيجة الخوف ليست نتيجة المحبة إذن في أي فرصة في أي فرصة هكذا كان عندما يكون الضابط هذا يكبح على نفوس وعلى نفوس العساكر تمردوا منه ما كانت هناك محبة أخي كان بينهم عداء كان بخوف إذن محبة للنبي عليه الصلاة والسلام عامل أساسي إلى الالتزام بأقواله وأفعاله المملوء بالأخلاق نعم هنا بعض الناس يبحث عن دافع شخصي أو دافع داخلي للالتزام بالأخلاق ونحن عندنا من منظور إسلامي لنا وجهة نظر خاصة ما هي الوجهة النظر تجاه هذا الأمر؟ يعني الآن هذه هي مرتبة تسمى عندنا مرتبة الإحسان هذه حقيقة مرتبة الإحسان لكن أريد أن أتذكر أنها مدلول شرعي نعم هي المراقبة لكن أنا حقيقة لا أريد أن أنتقل إلى هذا قبل أن أشبع موضوع المحبة أنظر أخي إلى يعني قصص عجيبة وغريبة يعني من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم والتي ينبغي أن تكون قدوة لنا دروسا لنا في هذه الاتنا أبدا نحن اليوم ما نفعله من غش ومن احتكار ومن مبقات ومن استغلال هو بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما الذي يدفع عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما يركب بغلته كما هو موجود في كتب السير يدير البغلة في المكان الذي في مكان فيسأل من قبل الصحابة ما يعني ماذا فعلت يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير بغلته في هذا المكان سبحان الله يعني هذه أخي هذه محبة لا حدود لها هذه محبة لا حدود لها خذ مثلا على ذلك قضية المرأة الدينارية أخي المرأة الدينارية ذكرها ابن إسحاق في السيرة والله أمرها غريب في غزوة أحد يعني أصيب زوجها وأصيب أخوها وأصيب أبوها وهي تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غاية من الغرابة أخي نسيت أقرب الناس إليها أخي والله أمر لا يتصور أمر لا يتصور قالوا لها لقد أصيب أخوك وأبوك قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لها هو بخير قالت أريد أن أراه فعندما نظرت إليه قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله أخي أنظر إلى هذه المسألة هل يمكن أن يخطر على البال أن تعصي هذه المرأة رسول الله والله أبدا لا يعني محبة الصحابة ومحبتنا لرسول الله لا يمكن لا يمكن للمحبي أن يعصي أخي محبه ما هي الوسائل التي نستطيع من خلالها أن نزرع محبة رسول الله في أبنائنا؟ أخي الآن للأسف أولادنا الآن النماذج الغربية والقصص في أوروبا وفي غيرها من الأبطال والمشاهير نسعى إليها كآباء وننسى أن أولادنا بحاجة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا للأسف يعني واقعون فيه نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تزرع من خلال هذا تزرع من خلال سيرته ومن خلال اتباعه ومن خلال المشاهد والمواقع التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال قراءة القرآن ومن خلال صلاة بالليل ومن خلال حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا يعني باختصار أخي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عندما نقرأها لأنفسنا ولأولادنا ولعوائلنا لا شك أن هذه سيرة تنعكس سلوكا حسنا في نفوسه نرى كثير من الناس اليوم بألك فلان حيثة رمز تشيغي فارا أو حيثة رمز بن نابليون أو أنا قرأت كل كتاب للبطل فلاني وننسى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف أخي نحن الآن في حقيقة الأمر للأسف يعني أنه الآن ليس عندنا شعور بقيمة هؤلاء أنا لا أتحدث فقط عن نبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا شعور بقيمة الأبطال بقيمة الصحابة بقيمة التابعين ربما نذكر مثال لنابليون بونابرت أو لهترل أو لكذا وننسى عندنا كنوز عندنا عظماء في تاريخ هذا فقر في الشعور بالضعف وشعور بالهزيمة شعور داخلي وليس هذا بل دائما نتصيد العثارات لهؤلاء الأبطال أنا أتحدى لو أن شخصا يستطيع أن أتكلم على هتلر أو في أماكن معينة أو على نابليون يعتبرون أنه فرنسا بطل مع أنه دمر البلاد والعباد فصحابة رسول الله الذين نقلوا لنا الخير والإحسان يعني لا نتذكر منهم وإنما نأخذ أقوالا من هنا وهناك نعم عودة إلى سؤالنا ما هي الرؤية الإسلامية لضبط الدافع أو ضابط الإلزام الداخلي إذن عندنا الرؤية الأساسية أخي رؤية عندنا شيء يسمى الداخلي هذا هو الإحسان حقيقة الإحسان هذا ما نسميه نحن بالإحسان الإحسان هذا ما هو الإحسان الإحسان شعور العبد بأنه مراقب من قبل الله دعك من الضمير ما يسمى ضمير وما إلى ذلك نعم هذا ما سنتابع ونتعرف عليه بطلاقة بعد هذا الفاصل فاصل ونعود أعزان المشاهدين وصلنا إلى مفهوم الإحسان لو نبدأ من هذه النقطة الإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ماذا يعني هذا؟ يعني أنك مراقب من قبل الله حيمنة الله شعورك بأن الله مهيم على هذا الكون ومراقب لك في كل صغيرة وكبيرة هذا يدفعك إلى التزام بالأخلاق يعني المسألة ليست قضية السلطة يمكن أن تراقبك لا أبداً حتى هذه الكاميرات أخي الكاميرات مثال مصغر جداً جداً يعني أنت في جو الامتحان أحيانا عندما تكون الكاميرات تراقبك من هنا أو عندما تدخل إلى مكان هكذا للبيع والشراء وتجد مراقبة تشعر بالالتزام تشعر لأن هناك من يراقبك فكيف بمراقبة الله سبحانه وتعالى؟ أبداً حتى عندما تكون أنت في البيت في خلوة في أي مكان عندما تشعر بأن الله مطلع على الصغيرة والكبيرة ويعلموا السر وأخفى فهذا في واقع الأمر يدفع إلى الالتزام أما ذاك الذي يعني لا يلتزم إلا من خلال السلطة يعني الجرائم التي ترتكب الآن في الدول الأكثر تقدماً من أكثر الجرائم ترتكب الآن في أمريكا أخي لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه ليس عندهم شعور بالمراقبة عندهم شعور بالمراقبة من خلال الناس أو من خلال السلطة لكن إن غابت هذه أنا أذكر تأكيداً لهذا المعنى رجل كان فقير شرطي في بلدنا أخي هذا الشرطي سبحان الله كانت تقدم له الأموال وكان في مكان حساس جداً ولكن ثق تماماً أنه كان ينام على الحصير مع أن الأمور كانت بيده ويستطيع والرشوة كانت جائزة في بلدنا بل الذي لا يرتشي لا يسمى رجلاً أخي الذي لا يرتشي ماذا يقولون لنا؟ يقولون لك أنت حامل السلم بالعرض مع ترف شغلتك مع هذا الفقر ما الذي دفع هذا الرجل إلى الالتزام وعدم الرشوة؟ الشعور بأن الله يراقبه هذا الشعور الغائب الآن في مراحل الغش انظر إلى الغش الاحتكار شهادة الزور هذه المساء الأخي غابت عننا صدق غابت غابت صحيح منها من الأفعال بسبب غير المراقبة إذن هل لنا نقول أن الأحسان هو الدافع الذاتي للإنسان في الدين الإسلامي؟ بالنسبة للدين الإسلامي نعم دافع أساسي وليس هو الدافع الوحيد طبعاً هناك دافع لك لم يكتفي بالأحسان ما هي الدوافع الأخرى؟ نعم هناك سيأتي عندنا دوافع أحياناً إحسان قد شخص شخص يعني عنده مراقبة ضعيفة لكن نفسه دنيئة ربما يسرق طيب هذه السرقة كما جاء يعني عن عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن مثلاً إذن ليس هذا هو الدافع الوحيد للأخلاق وإن كان هو الأساسي لأن كلنا نعلم بوجود الله وكلنا نشعر بأن الله يراقبنا لكن المراقبة فيها درجات فبعض الأشخاص لا يبالي إذن ماذا يحتاج هذا؟ يحتاج إلى سلطة تردأه وهو ما نسميه نظام العقوبات مثلاً؟ جزء منه نظام العقوبات بتفاريعها ثلاث سواء كانت قصاص أو حدود أو تعازير أخي درجة الإحسان والله أمرها غريب مراقبة الله خذ مثال على ذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز أراد أن يمتحن ضمير الرعية ما يسمى بالضمير أراد أن يختبر هل أصابه الغوش؟ هل أصابه النتان؟ هل أصابه العفن؟ فجاء وقد لبس لبساً حتى لا يعرف ذهب إلى رعي غنم فقال له أعطي نشات قال له ليست لي قال له ما يعني بيعنيها قال ليست لي قال له أخي قل له وأكلها الذئب قال إن كذبت على صاحب الغنم فكيف أكذب على الله؟ طيب ما الذي دفع هذا أخي؟ ما الذي دفعه؟ الشعور بأن الله يراقبه هذا أمر عظيم الشعور بأن الله يراقبه أنا سأذكر مثال آخر مثال في غاية من الأهمية المثال معز رضي الله عنه والغامدية أخي ما الذي يدفع رجل يزني ورجل كان متزوج وهو يعلم أن حده الرجم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما في صحي البخاري في صحي مسلم يا رسول الله أصبت حدا من الزنا فطهرني يا الله أمر في غاية يعني الأمر ليس عبارة عن يعني عقوبة صغيرة أو قطع راتب أو يعني سجن شهر حجارة أخي حجارة حجارة حتى الموت ورسول الله يلتفت عنه يمنتان ويسرة ويقول يا رسول الله أصبت حدا من الزنا طهرني والنبي يريد أن يعرض له ويلمح لعلك قبلت لعلك لمس لعنه يقول يا رسول الله لقد سنيت يرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الغامدية تأتي أيضا كما في الحديث الصحيح الغامدية تأتي فتقول يا رسول الله أصبت حدا من الزنا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقي الله واستغفر ربك تقول له لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز ما الذي دفع هذه المرأة أمر يعني شيء من الخيال أمر غريب هي تعلم أن الحجارة تنتظرها إذن ما الذي دفع به هؤلاء الذي دفع به هؤلاء هي الشعور بأن الله سبحانه وتعالى يراقبه انظر هنا أخي عندما تشعر بأن الله يراقبك هذا يدفعك إلى السلوك الحسن وإلى الخير ويبعدك عن الشر وعن السلوك المسير والأمم مهما فعلت ستبقى عاجزة عن تحصيل مثل هذه المراقبة نشكركم جزيلا شكر فضيلة الدكتور نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم لنلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بإمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة